بص بقى الحتة دي جميلة جدا ازاي العامل الحفاز ازاي العامل الحفاز بيشتغل ازاي بنصة التفاعل ازاي بيخليه اسرع هي دي بقى بس ركز معايا اول نبي ها الاخلي بقى اكل الاخلي هناك ركز معايا مهمة مهمة فوق ما تتخيل رهيبة 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 اسمح كده بيقولك ايه انا دلوقتي هنفذ لك تفاعل هابربوش ده باحلى ما يكون عايز يعمل تفاعل قدامي والتفاعل حيي الان تفاعل مع الاتش طيب مين العامل حفاز الحديد هفرد الحديد هنا ايه ده يا مستر سطح الحديد يا وزراته اه هي اه هي اه هي مسا ما زعلش اه 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 اب زرة حديد زرتين بسم الله ما شاء الله كل ده زرت حديد ايوه زرناها وخد حقاها يا اخي تيك كل زرات حديد فيها كم الكترون مفرد اربعة ايوه ما الحديد بيبقى دي بتاعته بستة دي بستة يعني عندك اولين مزدوج والاربعة مفردين ايو 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 صح هم اربعة مفردين الكترون مفرد 2 3 4 الكترون مفرد وهنا برضو 1 2 3 4 مفردين وهنا مفرد 2 3 4 كل زره يبقى دي زره ودي زره ودي زره كل زره عندها ايه 4 الكترون مفرد اسمع بقى طيب فين اللي هيتفعله المواد المتفاعلة الن ون نتو يعني ن مربوطة مع ن طب ون مع ن طب ال H بقى هتبقى ال H مربوطة مع H يبقى طول ما ال N مع ال N عمر ال N ما هتفكر تتفاعل ابدا طول ما ال H مع ال H مربوطين عمر ال H ما هتتفاعل برضو ابدا والعمل يا مستر عشان يتفاعله لازم انت تكسر الربطة دي وتكسر الربطة دي فيبقوا حرين فيبدأوا يتفاعلوا اسمع فيقوم بقى اللي بيعمل الفيلم ده مين الالكترونات المفردة دي بتعمل ايه بتكون ربطة بين الالكترون المفرد وال و U Z يبقى دمع ده الالكترون المفرد هيعمل ربطة بين وبين ال N والالكترون المفرد هيعمل ربطة بين وبين ال N التانية وهنا برضو يعمل ربطه بينه وبين lh وهنا ربطه بينه وبين lh اهه الروابط جي روابط ضعيف اي نعم ضعيف بس انتهبقى كثير فبتعملي بقى الرابطه دي بتددانها تحرق دي وتحرق دي فتكسر الرابطه الرابطه دي بتضعف يبقى تضعف 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 يبقى التربطه بين l-n وال-n بتضعف زي ما انتا شايف كده التكسرت من اللي اتكسرها الالكترونات المفردة اللي عملت روابط بينها وبين زرات جزيئات ما هو الاتنين مع بعض N2 اسمه جزيئ والجزيئ مكون من زرتين H2 اسمه جزيئ والجزيئ مكون ايه من زرتين يبقى الالكترونات المفردة اللي في السري دي اللي موجودة في الحديد عملت على تكوين روابط بينها اللي هي بين الالكترونات المفردة وزرات جزيئات المواد المتفاعلة تمام هذه الروابط المتكونة اللي هي المنقطة دي هذه الروابط المتكونة بتضعف الروابط بين زرات الجزائات يبقى الروابط اللي اتكونت اضعفت الروابط فيما بين الجزائات وايه كمان بعد كده وراحت مقربة الجزئ ده هنا ال N ده الزرة دي قربتها تحت يبقى ال N دي نزلت تحت نزلت هنا يبقى ال N جت هنا يبقى تشد يبقى أنا الخت ده شدت بي كده نزلته آه رح نزلي تحت وقтора شدته كده وراح نزلي تحت وهو نزلت والـ H تشدتها كده ونزلتها تحت والـ H دي شدتها كده ونزلتها تحت يبقى خلي بالك كده N و N H و H مين اللي عمل كده؟ برضو الالكترونات المفردة عملت على تكمين روابط بينها وبين زرات جزئات المواد المتفاعلة فاضعفت الروابط فيما بينها اضعفت دول ودول وركزت المتفاعلات على سطح شدتهم تعال انت فين؟ تعال هنا تعال هنا تعال هنا قللتهم خليتهم كلهم متجمعين في حتة هنا قبلوا بعد وهم مش مرتبطين بدأوا يتفاعلوا اهلوا بقى هنا التفاعل تم وبعد انت ايه خدمني ده قلل طاقة التنشيط يعني بدأ المتزرى دي عشان تتفاعل عايزة طاقة خمسين تقولك لا في وجود العمل الحفاز خليك بقى عشرين وتفاعل يا ولد ده بيقلل طاقة التنشيط بيرخص التذكرة عشان تتفرج على مطش اهلي ولا زمالك وتقولك لا ادفع متين جنيه مش هتلاقى حد يدخلو حد ما عامتين جنيه انت بتهزر لكن لو قالك بقى المطش بعشرين جنيه اوه مصر كلها هتتفرج خلص صح يبقى انا فقوله الالكترونات المفردة عملت على تكون الروابط بينها وبين زرات الجزائيات فاضعفت الروابط فيما بينها وركزت المتفاعلات على السطح لمت كله على السطح وقللت من طاقة التنشيط فزادت بذلك من سرعة التفاعل الكيميائي عن اللي ما يأتي العناصر الانتقالية حوامل حفظ مثالية ايه ممتازة في الحفظ ليه اقوله بسبب وجود الكترونات مفردة في المستوى الفرعي سريدي التي عملت على تكوين روابط بينها وبين زرات جزائيات المواد المتفاعلة وبعدين فاضعفت الروابط فيما بينها وبعدين وركزت المتفاعلات على السطح وبعدين عملت على تكوين روابط بينها وبين جزائيات المتفاعلات فاضعفت الروابط فيما بينها وركزت المتفاعلات على السطح وقللت من طاقة التنشيط وبكده زودت من سرعة التفاعل الكيميائي علي المهاتي العناصر الانتقالية عوامل حفظ المثالية بسبب وجود إلكترونات مفردة في المستوى الفرع السريدي التي عملت على تكوين روابط بينها وبين زرات جزيات المواد المتفاعلة فأضعفت الروابط فيما بينها وركزت المتفاعلات على السطح وبالتالي قللت من طاقة التنشيط يبقى بكده صرعت من التفاعل الكيميائي هرسم لك دلوقتي رسمة بيانية بس هتعجبك جدا 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 خليك معاي